يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم رحل بيتسو موسيماني عن النادي الاهلي رسميا بالتراضي انتهت رحلة المدرب الجنوب افريقيا الكبير الاسم الرائع في القارة الافريقية الاسم الذي حقق العديد من النجاحات الكبيرة والعظيمة مع النادي الاهلي في فترة قليلة جدا كان له بعض الاخفاقات طبعا كان له الكثير من النجاحات طبعا اسم كبير ضرب النادي الاهلي اصبح واحد في التاريخ من اعظم المدربين اللجوم النادي الاهلي يعني سطر اسمه بحروف من دهب اكيد بيتسو موسيماني يستحق كل التحية والتقدير اتفق اختلف قول رأيك في بيتسو موسيماني انا شخصيا يا ما قلت رأيي في كثير من الموضوعات في بيتسو موسيماني تحديدا تصريحاته وليس امور فنية وامور خططية وامور لا علاقة بالتشكيل وان كان بعض التحفظات كانت على بعض التشكيلات او اللاعبين اللي ماستفدش بينهم موسيماني لكن ماينفعش عائل يقول ان بيتسو موسيماني كان مدرب غير جيد ماينفعش واحد ناضج وفاهم كورة يقول ان بيتسو موسيماني مدرب منجحش مع النادي الاهلي نجح اسمي كبير اسمي تاريخي اتنين افريقيا اتنين برونزيت كاس العالم اتنين سوبر افريقي كاس مصر انجازات ما تتعملش ابدا في سنتين ما تتعملش في اقل من سنتين كمان نعمله بيتسو موسيماني النهاردة كان ممكن او من السهل انك تقول ان بيتسو موسيماني اهاني الاهلي ان بيتسو موسيماني ساب النادي الاهلي ان بيتسو موسيماني ازعجي النادي الاهلي ان الاهلي خسر مع بيتسو موسيماني اخر بطولة افريقية ان بيتسو موسيماني خسر السوبر او الدولي مع الاهلي بس انجازاته كانت اكبر بكتير من الاخفاقات اي مدرب في العالم له انجازات وله اخفاقات بس بيتسو موسيماني في الفترة قليلا كان له إنجازات عديدة مع النادي الأهلي احنا بنقولي الكلام ده وبيتس ومسيماني رحل على النادي الأهلي يعني أسهل حاجة دلوقتي إنك تعملها إنك تقول إنه كان مدرب ومش عارف كان عنده عيوب إيه وعنده مشاكل إيه وإن كنت وإن كنت عندي كثير من التحفظات على تصريحات مسيماني دائما وكنت اتكلمت من كام يوم أول مبارح على الأستاذ جمال علام رئيس التحدي الكرة لما قلت إنه مش كل مسؤول يقدر أو يستطيع أو عنده حنكة التصريحات الصحفية والإعلامية مش كل مسؤول فاللي ما بيقدرش يسمه تحدثين يتحدثوا عنه مسيماني ما كانش عنده المهارة دي خالص دايما تصريحاته مصيرة للجدل دايما تصريحاته عكس ما يحدث في النادي الأهلي عادة إن الأمور دائما في الغرف المغلقة من وقت ما كان بيجدد عقده بعد كده لما سافر المغرب وسافر جنوب أفريقيا وبدأ يقول تصريحات لمواقع وصحف جنوب أفريقيا دايما عنده حتة زيادة في التصريحات لكن في الملعب لأ ناجح ناجح نجاح باهر مفيش اتنين يختلفوا ممكن نتحفظ على مستوى الأهلي في الموسم الأخير اللي هو الموسم ده في الدوري خروجه أو خسارته في نهاية دوري أبطال أفريقيا بالظروف اللي حصلت كلها ممكن نتحفظ بس أبدا أبدا مفيش مدرب يقدر يعمل النجاحات دي كلها ونمسك في إخفاقات قليلة جدا كل المدربين في العالم بينجحوا وكل المدربين في العالم بيحصلون بعض الإخفاقات بس بيبقى فيه تقييم ذكي موضوعي دون بقى مشاعر ودون أمور خارجية كثير من الأوقات كنت أتحدث أن الموسماني عنده مشاكل في التصريحات ده رأيي بس أنا عمري هنا مطلعت قلت أن الموسماني مدرب فاشل عمري هنا مطلعت قللت من الموسماني كمدرب كبير الأهلي كسب الراهان لما جاب بيتسو موسماني في 2020 والناس كتير قوي سألت هو يعني إيه الأهلي يجيب مدرب من القارة الأفريقية ليه يعني ما يجيب مدرب أجنبي أو يجيب مدرب مصري بس الأهلي كسب الراهان كسبه بمكسب واضح راحل بيتسو موسماني نحترم الرجل